اشتركوا في القناة وهو دلوقتي متحاصر في الحرب ومحتاج دعم في اسرع وقت فبتتكلم معها والدة الامير وبنكتشف انها حابة تستغل الموقف ده فبتقول لها ان هي مستعدة توصل الدعم لابوها في الحرب بس في المقابل ان هي لازم تبقى خطيبة ابنها الامير وده على الرغم من انه اصلا خاطب قبلها اتنين بس هم عندهم عادات وتقاليد بتخلي الامير يخطب ثلاث بنات ويختار واحدة منهم بس تكون مراته فبتوافق جين طبعا على الكلام ده وبتبقى مضطرة تعمل كده علشان تساعد والدها وتنجيه من الموقف الحالي ولما بتخرج بعدها وبتتكلم مع والدتها بتقول الولدة ان هي ما كانتش مضطرة توافق بحاجة زي دي بس طبعا جين بتعرفها ان ده القرار الصح وانها مستعدة تعمل اي حاجة علشان بس اسرتها ومع مرور الايام بنبدأ نتعرف اكتر على جين وبنكتشف انها مش مجرد شخص عادي خصوصا لما بتكون سيئة العربية لوحدها وفجأة بتقابل واحد من الحرس الملكي بيوقفها وبيطلب منها المساعدة بس اول ما بيشوف انها بنت بيستغرب طبعا وما بيكونش متخيل ان فيه بنت قادرة تسوق العربية بس الموضوع مش بينتهي لحد هنا وده لاننا بينشوف جين وهي رايحة تقدم للمساعدة وكمان بتقدر تصلح العربية بتاعته ولكن المفاجأة بقى ان دي بتكون عربية الامير نفسه واللي المفروض هتكون خطبته بعد كام يوم فبينزل علشان يتعرف عليها ويشكرها على مساعدتها ليهم بس هي بتتوتر طبعا على الرغم من ان شخصيتها قوية جدا وفي النهاية بتسيب وجين وبتمشي علشان كل واحد فيهم يكمل طريقه وبعد شوية للأسف جين بتقابل مشكلة جديدة وبنشوف واحدة من البنات اللي الامير خطبهم وهي بتعترض طريقها وبتتكلم مع جين باسلوب وحش وكمان بتهددها بالسلاح اللي معاها وطبعا بتكون عاملة كده علشان تخليها تبعد تماما عن الامير ويكون من نصبها هي وعلى الرغم من ان علاقة جين والامير هي عبارة عن مصلحة مش اكتر ولكن طبعا جين مش بتسمح بالاهانة دي وبنشوفها وهي بتضرب البنت دي وكمان بتاخد منها السلاح ومش بس كده دي بتعرفها كويس قوي هي تبقى مين وبتصبها في درعها علشان ما تحاولش تعترض طريقها مرة تانية ومع مرور الايام بيجي اليوم المنتظر وبنشوف حفلة الخطوبة فبنتعرف على الامير اكتر وبنعرف ان اسمه جينج وطبعا اول ما بيشوفها بيتصدم لانه ما كانش متخيل ان البنت اللي ساعدته في تصليح العربية تبقى هي خطبته فبيتكلم معاها وبيبقى عارف انها مش مجرد شخص عادي لان اصلا البنات في المملكة دي مش بيقدروا يسوقوا العربيات ولكن هي كمان بتقدر تصلحهم وبعد شوية بنعرف اكتر عن حياة جين وبنكتشف ان المملكة دي متقسمة لجزئين جزء الشمال وجزء الجنوب وبنعرف كمان ان الطرفين دايما في بينهم خلاف وان الجانجي بقى امير طرف الشمال بس المفاجأة بقى ان جين اصلا تبقى من طرف الجنوب وعلى الرغم من ان الجانجي بيكون عارف حاجة زي دي بس هو مش بيهتم قوي بالموضوع خصوصا ان هي المفروض خطبته بس اللي بيتضح بعد كده ان جين كان لها دور سياسي كبير في طرف الشمال وكمان متدربة كويس قوي على استخدام السلاح وبيبقى واضح كده ان في احداث كتيرة هتحصل ولما بنرجع للقصر بنبدأ نتعرف اكتر على اللي موجودين فيه وبنشوف مع بعض لينا اللي قابلناها من شوية واللي كانت بتحاول تعترض طريق نيعا بس هي وقفتها عند حدها وبيبقى واضح كده ان هي انسانة شريرة جدا وعايزة تفرط سيطرتها وخلاص وده بيبان اكتر وهي بتتعامل مع خطيبة جانج التانية واللي بيكون اسمها نيعا فبتفضل تتكلم معها باسلوب وحش جدا وكمان بتضربها لحد ما فاجأة بتيجي والدة الامير وبتقرر تعقبها بس طبعا كالعادة بتحاول لينا انها تقلب الموقف وتلعب دور المظلومة ولكن المراتي جين بتكون وقفة وبتشهد ضدها فبتقرر والدة الامير انها تعقبها بس بتخلي جين هي اللي تختار العقاب ده فبتتدايق لينا جدا طبعا وبتحس ان دي اهانة وعلشان كده بترفض كل اللي بيحصل وبتحاول تهرب منهم بس المفاجأة بقى ان جين بتظهر على حقيقتها في اللحظة دي وبنشوفها وهي مسك السلاح بتاعها وبتهدد لينا انها لو ما وقفتش هتضربها بالنار فبيتصدموا كلهم طبعا وبيبقوا فاكرين ان ما عندهاش الجرأة تعمل كده بس المفاجأة انها فعلا بتضربها بالرصاص وبتقدر تصبها في كتفها وبيبقى واضح كده انها موهوبة في استخدام السلاح وبتقدر تصيب المكان اللي هي عايزها بكل سهولة وبيوصل بعدها الامير جانجب نفسه وما بيكونش مستوعب اللي حصل بس المفاجأة انه مش بيزعل خالص على لينا وبيتعامل مع الموضوع بكل برود خصوصا كمان لما بيسأل جين عن اللي حصل فبتقوله ان هي خلفة قوانين القصر الملكي وكمان كانت بتحاول انها تهرب فبياخد صفها واعجابه بشخصيتها بيزيد بشكل كبير بس في نفس الوقت برضو بيبقى حاسس انها غمضة جدا وفي نهاية اليوم بيكون جانجة عنده حفلة مهمة وبيقرر ياخد جين معاه لأول مرة فبيقضوا وقتهم بشكل طبيعي وكل حاجة بتكون ماشية كويس قوي لحد ما بيمشوا بعد كده وبيقرروا يقعدوا في مكان علشان يكلوا وفي اللحظة دي بيطلع عليهم شوية اشخاص بيكونوا قطعين طرق ومن سوء حظهم انهم ما بيكونوش عارفين مين ده فبيضيقوا جين وبيحاولوا يقربوا منها بشكل سخيف وساعتها بيتدخل جانجة طبعا وبيقدر يضربهم كلهم وبيتغلب كمان عليهم فبتستغرب جين من الموقف وبتحس انه مهتم بيها ولكن في نفس الوقت بتفكر انه اكيد دافع عنها بس علشان كرمته وبتحصل معركة كبيرة ما بينهم هما الاتنين وقطع الطرق وطبعا مش محتاجين نقول انهم بيفوزوا بكل سهولة وبيعلموهم كمان درس مستحيل ينسوا طول حياتهم وتاني يوم بتتجمع جين مع اسرتها وبنعرف انهم بيحبوا بعض جدا وعلى الرغم من ان والدها بيكون متدايق من فكرة جوازها بس هي بتعرفوا ان ده كان الحل الوحيد علشان تساعدوا وكمان بتطمنوا وبتقولوا ان الجانج بيتعامل معاها بشكل كويس قوي وانهم ممكن يتقابلوا ويتكلموا مع بعض كمان وفي اللحظة دي بنرجع نفتكر تاني ان الجين والجانج من اطراف مختلفة وان الطرفين كان دايما في بينهم خلاف وحروب ولكن الجواز اللي حصل ده كان بدوره ان يحافظ على السلام شوية ما بين الطرفين وبيعد الوقت وبتكون جين نازلة على السلم وفجأة بتقابل شخص اسمه ليو فبيتكلم معاها وبيتضح ان هم اللي اتنين يعرفوا بعض من زمان وكانت علاقتهم قوية قبل كده فبتسألوا جين هو عايز ايه وساعتها بيرد وبيقول انه عايز يقابل والدها علشان شيء سياسي وده لان والد جين بالمناسبة يعني يبقى واحد من الامراء الكبار في المملكة بس لما بتعرف جين ان ليو نيته مش كويسة وانه بيحاول يصنع حرب ما بين الطرفين بترفض تساعده او حتى تخليه يقابل والدها وفي اللحظة دي بيزهر جانج مع رجالته وما بيكونش مبسوط خالص بوجود ليو هنا وده طبعا لان زي ما وضحنا فيه خلاف كبير ما بين الطرفين وبنعرف ان ليو يبقى واحد من امراء الطرف الجنوبي فبيتكلموا مع بعض باسلوب مش كويس وبيحصل بينهم خلاف بسيط ولكن جين بتقدر تنقذ الموقف وبتبعدهم هما الاتنين عن بعض وبعدها بيتكلم جانج معاها وبيديها سلاحه الخاص وبيقول لها تستخدمه علشان تدافع عن نفسها ضد اي حد فبتاخده طبعا بس بتكون مستغربة جدا من الموقف ده وده لانها بتبدأ تحس انه مهتم بيها وفيه مشاعر جوا نحيتها وبعد شوية بينشوف جانج وهو قاعد بيتكلم مع صديقه بخصوص الشغل وفجأة بيفتحوا موضوع جين فبيسألوا صديقه عن ليو وبيقول له هو ازاي ما عندوش فضول يعرف كانت ايه علاقته بجين ايام زمان فبيتظاهر جانج انه مش مهتم وان الموضوع عادي بالنسباله ولكن في الحقيقة بيبقى واضح من اسلوبه انه فعلا مهتم جدا وكمان بيغير عليها بس هو صعب يظهر ده علشان عزت نفسه وفي نهاية اليوم بتتجمع الاسرة كلها في الاصر الملكي وطبعا لينا بتكون موجودة فبتبدأ تتصرف بالاسلوب اللي هي متعود عليه وبتستغل اي فرصة قدامها علشان تأزي جين ولكن لحسن الحظ انها مش بتقدر توصل لاي حاجة خصوصا كمان ان جانج بيبقى عارف نيتها كويس قوي وبياخد صف جين وبيدافع عنها قدامهم كلهم ولما بتسيبهم جين وبتمشي بيفضل جانج ماشي وراها وكأنه عايز يتكلم معاها ولكن كان متردد لحد ما بتاخد جين بالها وبتستغرب من تصرفاته دي وساعتها بقى بيجمع شجعته وبيقول لها تيجي معاه علشان يروحوا ياكلوا مع بعض وبالفعل بيمشوا سوا واول ما بيوصلوا للبيت بنلاحظ ان جين بتتعامل معاه بشكل طبيعي خالص وما بيكونش جواها اي مشاعر نحيته ولكن هو بيبقى عكس كده تماما وبنلاحظ انه عايز يستغل اي فرصة ممكن تيجي قدامه علشان بس يقرب منها فبيتكلم معاها وبيقول لها انه دافع عنها من شوية قدام اسرته بالكامل وانها على الاقل يعني المفروض تشكره على ده فبتفضل جين تبص حواليها لحد ما بتلاقي ورد شكله جميل وساعتها بتقدمه له هدية كنوع من الشكر وعلى الرغم من ان الموضوع بالنسبة لها كان شيء عادي والهدية مش مميزة ولا حاجة بس بنلاحظ ان جانج بيفضل من بعدها مركز مع الورد ده وبيتعامل معاه كأنه اغلى هدية جات له في حياته وطبعا لما صاحبه بييجي وبياخد باله بيفضل جانج يتظاهر ان مفيش حاجة وان الورد ده مجرد شيء عادي جدا بالنسبة له ولكن صاحبه بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل بالزبط وعارف ان الجانج وقع في حب جين خلاص وتاني يوم بترجع جين لبيت قسرتها مرة تانية وهناك بتقابل اختها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبعد شوية بيخرجوا هم اللي اتنين سواء علشان يشتروا شوية حاجات بس اول ما بيوصلوا للمكان اللي هيشتروا منه للاسف بيوجهوا مشكلة ما كانوش عاملين حسابها ابدا وهي ان صاحب المكان بيضايقهم وبيرفض يبيع لهم اي حاجة وبيتعامل معهم كمان بشكل مش كويس ولما بيدافع جين عن نفسها بيحاول الشخص ده انه يضربها وفعلا بياخد الخطوة دي بس ساعتها بيظهر ليه فجأة وبيقف اصاده وبيدافع عن جين وكأنها مهمة بالنسبة له ومش بس كده ده كمان بيتخانق مع كل اللي في المكان وبيتغلب عليهم كلهم لحد ما فجأة بيدخل جانج وبيتصدم لما بيشوف الموقف ده فبياخد جين وبيبعدها عن ليو وكالعادة بيحصل بينهم خلاف وعلاقتهم بتزيد تعقيد ولما بيمشوا بعدها بيتكلم جانج مع جين وبيفتكر الموقف اللي حصل من شوية خصوصا ان ليو كان قريب جدا منها وده شيء بيخليه يشك فيها فبتتدايق جين طبعا لانه فكر بالشكل ده وعلشان كده بيتخنقوا وبيتسيبوا جين وبتنزل من العربية وساعتها بيظهر ليو مرة تانية وبيعرض عليها انه يوصلها لحد البيت فبتوافق جين خصوصا ان الطريق لسه بعيد وما بتكونش عارفة ان ليو عنده غرض تاني وده بيبان لما بيوصلوا بالفعل وساعتها بيتكلم ليو معاها وبيطلب منها تديله سر كبير موجود في مكتب جانج علشان هيساعد الطرف الشمالي في الحرب اللي ما بين الطرفين فبترفد جين طبعا وبتقوله انها مستحيل تخون جانج بالشكل ده وبتطلب منه يفضل بعيد عنهم وساعتها بيخرج جانج وما بيكونش راضي خالص عن اللي بيحصل خصوصا كمان لما بتتكلم جين وبتدافع عن ليو وبتقول ان هي طلبت منه يوصلها وانه مالوش اي زنب فبيزعق لها جانج وبيقولها تدخل البيت وبعد كده بيحذر ليو وبيقوله يلتزم بحدوده ومن اول اليوم ده بيحصل خلاف كبير ما بين جين وجانج وبيفضلوا متضايقين من بعض طبعا بسبب المواقف اللي حصلت دي بس مع مرور الايام والان الجانج فعلا بيحبها بيروح فمرة يتكلم معاها وبيبقى عايز يصلحها بس مش عارف ازاي فبيفضل متوتر ومحتار يتصرف ازاي لحد ما بتبدأ جين بالكلام وبتعتذر عن اللي حصل وبتقول ان هي فعلا غلطانة وما كانتش تقصد اي حاجة وبعدها بيعتذر هو كمان وبيتصلحه بكل بساطة وفي اللحظة دي بنلاحظ ان الجانج بيكون سعيد فعلا وبيبان قد ايه هو مهتم بيها وتاني يوم بتكتشف جين بالصدفة ان النهار ده عيد ميلاد جانج فبتقرر انها لازم تجيب له هدية وما تعديش اليوم بالبساطة دي وبيبقى واضح كده ان هي كمان بدأت تحبه وبيعدي الوقت وبينشوف جانج وهو قاعد مع صديقه لحد ما بتوصل جين اخيرا وهو ما بيكونش مصدق انها جياله مخصوص فبيقعدوا مع بعض وبتكون السعادة بينة جدا على جانج بس للأسف اليوم مش بيمشي زي ما توقعنا خالص وده لان بعد شوية بنشوف جين وهي ماشية في القصر وفجأة بتقف قدام مكتب جانج وبتفتكر كلام ليو وبيبقى واضح كده انها بتفكر تسرق السر اللي موجود جوه علشان تديه لليو وبعد ساعات للأسف بنشوف واحد من رجالة جانج وهو جاي بلغه ان السر ده اتعرف وان جيش العدو بقى متقدم عليهم وده شيء بصراحة مش كويس فبيتصدم جانج لانه كان عامل حسابه على كل حاجة وكان مخب السر ده كويس قوي ولما بيفكر شوية بيعرف ان اكيد جين هي اللي عملت كده فبيروح لها بسرعة وبيواجهها بالحقيقة وبيفضل يتكلم معها بطريقة مش كويسة وبيعرفها انه ندمان علشان وثق فيها ولكن جين بترد عليه وبتقوله انها فعلا ما عملتش اي حاجة وانه للأسف ظلمها والمفاجأة بقى انه فعلا بيكون عندها حق وبنعرف مع بعض انها قبل ما تاخد الخطوة دي فكرت كويس وقررت ترجع عنها واخدت وعد على نفسها انها مستحيل تأذي الشخص الوحيد اللي حبها فعلا ولان كلامها بيكون صادق فبيقرر جانج انه يصق فيها المرة دي وبيقول لها انه مصدقها بس بيطلب منها بعد كده تكون واضحة معاه اكتر علشان ما يقعوش في سوق تفاهم بالشكل ده تاني وعلشان نعرف مين اللي نشر السر ده بنروح مع بعض اللينا اللي بتكون انسانة وحشة جدا فبنعرف انها مش بس بتحاول تأذي جين لا دي كمان متحلفة مع واحد من جيش العدو وبتخون جانج معاه رغم انهم المفروض يعني مخطوبين وطبعا ده بيفسر كل حاجة وبيعرفنا نية لينا الحقيقية وتاني يوم بتكون جين ماشية في الشارع لوحدها وفجأة بيظهر قدامها قطع طرق بس الغريب ان واحد من الاشخاص دول بيبقى هو نفسه اللي لينا بتخون جانج معاه وبنعرف انها طلبت منه يعمل كده علشان يأذي جين ويتخلص منها بس طبعا الموضوع مش بيمشي بالسهولة اللي هم تخيلوها دي وده لان جين بتستخدم السلاح اللي اخدته من جانج وبتقدر تدافع عن نفسها كويس قوي ومش بس كده دي كمان بترجع للقصر وبتحكي الجانج كل حاجة وهو بيكون فخور بيها جدا ومتطمن انها قدرة تدافع عن نفسها ضد اي حد فبتدخل جين الاشخاص اللي وقفوا في طريقها دول وبنكتشف انها قدرت تجيبهم لحد هنا وطبعا جانج بيعقبهم زي ما يستحقوا وبيعلمهم دارس عمرهم ما هينسوا ابدا ولما بيسأل واحد فيهم هو عمل كده ليه بيعترف بكل حاجة وبيقوله ان لينا هي اللي طلبت منه كده فبتتجمع الاسرة بعدها وبيتكلموا في الموضوع ولما بتيجي لينا وبتعرف اللي حصل بتكون عايزة تهرب علشان ما تتعرضش للعقاب ولكن جين بتشوفها وبتهددها ان هي لو تحركت هتضربها بالنار واسعتها بتيجي لينا وبتتكلم معاهم وبتحاول تكذب طبعا بس الحسن الحظ انها ما بتقدرش تفلت بالاكاذيب دي وفي النهاية بتضطر تعترف على نفسها بس المفاجأة بقى ان الموضوع مش بيكون بالبساطة دي وبيتضح ان لينا اصبحت مدمنة على نوع مخدر سيء جدا وهو ده اللي خلاها تتحالف مع العدو وتديله اسرع جانج فبيقرر جانج انه يحبسها في اوضل وحدها لحد اسر المخدر ما يختفي من جسمها وبعد كده هيكون في كلام تاني خالص وبالفعل الوضع بيفضل ماشي بالشكل ده لحد ما في مرة بتروح جين وبتتكلم معها وبتبقى عايزة تفهم منها حاجات كتيرة قوي فبيظهر على لينا اصر المخدر وبتبقى عايزة تخرج من هنا باي شكل وعلشان كده بتعرض على جين انها مستعدة تعترف بكل حاجة مقابل انها تساعدها في الهروب فبتقرر جين انها تلعبها صح بقى المرة دي وبالفعل بتوافق على كده وبتطلب من لينا تقول كل حاجة فبتبدأ لينا تتكلم وبتقول لها اكبر صدمة في حياتها وهي ان ليو يبقى اكبر عدو للمملكة كلها وبتعرفها انه مش مهتم اطلاقا بالطرف الشمالي او الجنوبي وان كل اللي يهمه بس مصلحته الشخصية ومش بس كده ده كمان هو اللي بيسمح للمخدر ده انه يدخل المملكة علشان يستفيد من فلوسه فبتتصدم جين طبعا وما بتكونش مستوعبة اللي بيحصل ولكن دلوقتي بقت شايفة الامور بوضوح وعرفة كويس قوي مين صادقها ومين عدوها وبعد الموقف ده بتساعدها جين في انها تهرب فعلا وبتطلب منها تعتني بصحتها وتبعت تماما عن المخدر بس للأسف هي اول ما بتخرج من هنا بتروح على طول تدور عليه وبيبقى واضح ان مفيش منها اي امل فبيظهر جانج قدامها وبيكون عارف انها خنته وكمان نشرت اسراره للعدو وعلشان كده بيعقبها بشكل مناسب وبيتخلص منها تماما وتاني يوم بيقعد جانج مع جين وبيقرروا انهم يقضوا اليوم سوا فبيفضلوا يتكلموا وبيحكوا لبعض حاجات كتيرة قوي ومع الوقت بيبدأوا يشربوا هما الاتنين وتأثير الكحول اللي بيبان عليهم فبيتكلم جانج وهو مش حاسس بنفسه وبيبدأ يحكي عن مشاعره نحيتها وهي كمان ما بتكونش فوعيها وبتقول كلام زي ده لحد ما بيقوم جانج من مكانه وبيطلب منها تقرب منه وساعتها بتحضنه جين وبيبقى موقف رومانسي جدا بس تاني يوم بنشوف جانج لما بيصحى وبيروح يتكلم معها وللأسف ما بيكونش فاكر اي حاجة فبتتكسف جين طبعا اول ما بتشوفه لانها بتكون فاكرة اللي حصل بس اول ما بتعرف انه ناسي الموضوع بتتدايق جدا طبعا وبيبقى واضح انها خلاص حبته ولكن اول ما بيسيبها الجانج وبيخرج بيقف مكانه فجأة وبيبدأ يفتكر كل حاجة فبيتصدم طبعا وما بيكونش مستوعب انه تكلم معاها بالشكل ده وعلشان كده بيرجع وبيسألها لو كان ده حصل بالفعل ولما بتقوله انه حصل بيحس الجانج باحراج اكتر منها وبيمشي بسرعة علشان ما يبانش انه مكسوف ومن اول اللحظة دي بيكون شيء واضح جدا انه هما اللي اتنين وقعوا في حب بعض خلاص وبعدها بيبدأ جانج يتفرغ شوية لامور المملكة خصوصا بعد معارف حقيقة ليو من جين وانه اكبر عدو ليهم فبيتصل والد جين وبيطلب منه يساعده في الموضوع ده وبيتفقوا انهم لازم يهجموا على ليو وجامعته بحيس يقبضوا عليه وبالفعل ده اللي بيحصل وبنشوف جانج في مرة وهو رايح مع الجيش بتاعه وبيستعد علشان يهجم على مكان ليو بس اول ما بيدخل للمكان للاسف بيكون فخ وبيحصل انفجار كبير ساعتها ولما بتعرف جين اللي حصل ده بتبقى في غاية الخوف وحس ان الجانج ممكن يكون حصله حاجة فبتروح له بسرعة وهي قلقانة ومش مستعدة تستحمل خبر زي ده ولكن لحسن الحظ ان الدكتور بيطمنهم وبيقول ان حالته اصبحت مستقرة وانه قدر يهرب في اخر لحظة وتصاب بشكل بسيط بس فبتقعد جين جنبه وبتبدأ تاخد بلها من قدر حبها ليه وده لانها عمرها ما كانت خايفة على حد بالشكل ده لحد ما بيفوق جانج اخيرا وبيطمنها انه كويس وساعتها بيتقرر جين انها ماينفعش تخبي عنه اي مشاعر جواها وانها لازم تهتم بيه طول العمر علشان هي فعلا بتحبه ومن اول اليوم ده بنبدأ نشوف ان وضعهم اختلف تماما وان جين بقيت بتقرب منه اكتر علشان تشاركه اللحظات الجميلة دي وطبعا مش محتاجين نقول ان هو بيكون سعيد جدا بكل ده وكمان بيشاركها كل الحب اللي جواه وبعد فترة بنشوف جين وهي بتستعد علشان تخرج في رحلة صيد وللأسف بتكون رايحة لوحدها واول ما بتمشي بنشوف نظرة نيان الغريبة اللي بيبقى فيها الشيء وراها مستخبي فبيعد الوقت والامور بتكون ماشية بشكل طبيعي خالص لحد ما فجأة بنشوف جيش العدو وهو بيظهر في نفس المكان اللي موجودة في جين وبنعرف مع بعض ان نيان هي اللي ساعدتهم علشان يتخلصوا منها ويأذوا جانج بس الحسن الحظ ان جين بتكون عاملة حسابها على كل حاجة وبتقدر تحس بيهم قبل ما بيجوا وبتعمل لهم كمين فبتستخدم السلاح اللي معاها وبتقضي على عدد كبير منهم بس للأسف في النهاية بتخلص الزخيرة اللي معاها وبتبقى على وشك انها تخسر حياتها بس بيقف شخص قدامها وهو ماسك السلاح واول ما بيصوب عليها بتطلع هي السلاح اللي كانت اخدته من جانج وبتخلص عليه بسرعة وفي اللحظة دي بيظهر جانج اخيرا بس ما بيكونش فيه داعي خلاص وطبعا بتكون جين تعبت جدا من اللي حصل وبتمر بصدمة لانها كانت على وشك الموت فبيقرب جانج منها وهو حزين قوي وبيبقى شايل الزنبل انه ما قدرش يحميها وعرضها لخطر زي ده فبتقع جين على الارض بس هو بيقرب منها وعلشان يعاقب نفسه بيمسك السلاح من ايديها وبيضرب بيه نفسه وبيبقى شايف انه يستحق ده واكتر علشان هي مرت بكل ده وهو موجود بس طبعا جين بتكون مرعوبة جدا عليه ومش حبة ان يحصل له اي ازا والحسن الحظ ان الدكتور بيطمنهم بعدها وبيقول ان اصابته ما كانتش خطيرة ولا حاجة ولما بيقعدوا هما الاتنين مع بعض بيعتذر لها الجانج وبيوعدها ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني وكمان بيطمنها انهم قدروا يتخلصوا من كل الخوانة اللي موجودين ومشاكلهم خلاص كلها تحلت فبتقعد جين معاها وبتحكي له قد ايه هي كانت خايفة عليه ومرعوبة ان ممكن حاجة تحصل له فبيحضنها جانج وبيكون في غاية السعادة لانها معاها وبيبقى متأكد خلاص من حبها لي وطبعا لما الامور بتهدى شوية بيظهر جانج في مرة كده وبيروح يتكلم معنيان وبيعرفها انه اكتشف كل حاجة وانه خلاص بقى عارف حقيقتها وانه مفيش فرق بينها هي ولينا وعلشان كده بيقرر انه يتخلص منها هي كمان وبيبقى عارف كويس قوي انه مفيش حد في صفه غير جين وبعد فترة بتكون الامور هدية بشكل كبير وكل المشاكل اتحلت اخيرا فبيروح جانج في مرة لبيت قصرتها علشان يزورهم ويقعد يتعرف عليهم اكتر فبتحس جين بالسعادة لانه اخد الخطوة دي وبتبقى مبسوطة اكتر لما بيتجمعوا كلهم سوا وبيتكلموا مع بعض ولما بيبدأ الكلام يتجه للنحية السياسية اخيرا الطرفين بيوضحوا سوء التفاهم اللي حصل بينهم على مدار السنين اللي فاتت وبيعرفوا ان الخوانا هم اللي كانوا عاملين الخلاف ده وبيتصافوا اخيرا وبيقرروا انهم يوحدوا الصفوف من جديد وطبعا كل ده حصل بسبب قصة حب مع جين وبينتهي المسلسل بنهاية سعيدة جدا ومرضية لكل الاطراف وبنشوف الاخر قد ايه هم اللي اتنين سعداء ومتحمسين جدا لمستقبلهم مع بعض وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام